لم تكتفي ميليشيا الحوثي بنهب موارد الدولة في المناطق التي تسيطر عليها بل عمدت إلى اختراع وسائل جديدة لنهب ما في جيوب المواطنين وبيوتهم وتجفيف مصادر الدخل ليصبح أكثر من 60% من السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة لا تكتفي ميليشيا الحوثي بما حصلت عليهم من الأبوال التي تجنيها من دخل الضرائب والجمارك والاستيلاء على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية والإغاثية بل اتجهت إلى السيطرة أيضا على مصلحة الواجبات الزكوية وفصلتها عن وزارة المالية وأنشأت لها حسابات مالية مستقلة وكلفت مشرفيها بجمع الزكاة من المواطنين والتجار بشكل مضاعف وبالرغم من أنها كانت العام الماضي قد سربت معلومات تقول إنها بصدد إنشاء بنك باسم بنك الزكاة إلا أن ذلك لم يحدث في مرتأة أن بقاء الأموال في حسابات خاصة بأسماء مشرفيها سيكون أفضل لتسهيل عملية الاستيلاء عليها وصرفها أو تحويلها لحساب المجهود الحربي في شوارع صنعاء تصب لافتات عملاقة تحمل صور زعيم الميليشيا وإلى جانبها عبارات تطالب المواطنين بدفع الزكاة طوعا قبل أن تنتزع منهم بالقوة كانت تلك اللافتات مقدمة لعملية سطو واسعة تعرض لها تجار في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا السيطرة على موارد المجتمع وتشفيف مصادر دخل المواطنين ونهب أموالهم بالقوة باسم الزكوات ليست كل ما يقوم به الحوثيون في سياق تجويع اليمنيين بل عمدت الميليشيا مؤخرا إلى منع التجار ممن كانوا قد اعتادوا عليه منذ عقود من استغلال رمضان لتوزيع بعض المساعدات للمحتاجين تم اعتقال رجل الأعمال أحمد سنيدار ومدهمة مخازنه ومنزله بصنعاء عقابا له على توزيع بعض الصدقات التي كان قد اعتاد على توزيعها في رمضان كغيره من التجار منع التجار في مناطق سيطرة الحوثيين من توزيع أي مساعدات أو صدقات خارج صنادق الميليشيا ليصب كل ذلك في دعم مجهودها الحرب وإثراء قيادتها فيما ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعا مأساوية غير مسبوقة